الملك المفدى سعادة السفيرة سهبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى المملكة خلال استقبال جلالته لها في قصر الصافرية وأعرب صاحب الجلال عن شكره وتقديره على هذه الدعوة الكريمة مشيدا بتميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وبعشده التعاون المشترك من تطور مستمر في المجالات المختلفة وأشهد جلالته بالدور الحضاري والتاريخي العريق لجمهورية مصر العربية الشقيقة ومساهماتها الرائدة في إثراء الحضارة الإنسانية عبر ترسيخ مبادئ السلام ومد جسور الصداقة والتواصل والحوار بين مختلف الشعوب والثقافات وأكد جلالة الملك المفدى على الدور الحيوي الذي يطلع به الشباب في بناء نهضة الدول وحضاراتها وتحقيق أهداف تنميتها المستدامة منوها بأهمية تهياتهم وتسليحهم بالعلم والثقافة والمعرفة ليتمكنوا من أداء مهمهم على الوجه الأكمل لضمان تقدم بلدانهم وازدهارها وتمنى جلالته لأعمال منتدى شباب العالم كل النجاح والتوفيق وأن تتحقق الأهداف المرجوة منه بما يخدم قضايا الشباب ويلبي طموحاتهم وتطلعاتهم